لكن القصة اللي رح أحكيها في العهد القيم شوي يمكن غريبة على الأغلب منها داود النبي داود الملك داود اللي بيرمز ليسوع المسيح اللي فعلا يعني الرب قال عنه وجدته داود بنيس رجلا حسب قلبي داود أحبائي ارتكب خطيئة كبيرة والخطيئة كانت فعلية يعني بقراره هو مع أنه الكتاب بيتكلم أنه هو أخذ القرار بإحصاء الشعب لكن في موضع آخر منشوف أن الشيطان أغوى على أي حال مشكلة القائد الروحي غير عن أي شخص آخر المفروض يكون عنده الوعي الروحي والحس الروحي والتمييز الروحي حتى لو الشيطان أغوى فداود هو هو اللي تسبب في الوباء شدد الأمر على رئيس الجيش يؤاب رئيس الجيش أن يروح في قتول وعرض البلاد ويحصي كل رجل بأس مستل السيف ورجع طبعا بالأول يؤاب حذر داود بلاش الرب يزيد والرب يبارك نشكر الرب على كل شيء خلينا نعتمد ونتكل على الله مش على الجبروت العسكري ولا القوة العسكرية لكن لسبب ما داود عند بالعرب تنح مش عاوز وسدد الأمر على يؤاب وفعلا راح بطول الأرض وبعرضها ورجع قال في 800 ألف مستل جبار بأس مستل سيف وكمان فوقهم 500 ألف رجل من يهوذة كمان جبار بأس مستل سيف يعني قوة عسكرية لا يستهان بها سوبر باور طيب شو راح تعمل في السوبر باور طيب ما هو الرب إلهك هو اللي حارب عنك هو اللي أعطاك هو اللي أنقذك هو اللي اللي حماك فالنتيجة أنه الله أرسل النبي وأعطاه خيار ثلاث خيارات اختار التالت قال له وبأ ثلاث أيام فداود النبي أحبائي في صموئيل الثاني 24 هو اللي تسبب في الوبأ لأنه أراد أنه يحصي الشعب بسبب كبرياءه عاوز يظهر قوته العسكرية وبعد كلها الإحصائية داود اكتشف خطأه دربه قلبه لأنه بسببه جاء الوبأ ومات ومات سبعين ألف شخص بعدين في صموئيل الثاني صحاح 24 قال له طيب شو زنب الشعب خلي غضبك ينصب علي وعلى بيتي شو زنب الشعب ولليوم أحبائي فكرة كم من القيادات العسكرية والسياسية والدينية لما تقرأ في تاريخ الكنيسة في أمور للأسف مخزية بتاريخ الكنيسة بارتكاب الجرائم والعنف وتسلط الكنيسة على الفقراء وفعلا اقتحام أراضي جديدة في دول عديدة كله باسم الدين أنا مش هتكلم على ديانات تانية أنا مش هتكلم على الكنيسة يعني أنه مرات خطية القائد الروحي والديني تنعكس على كل الجماعة بتاعته كم من قائد عسكري يعمل خطأ سبب في دمار جيش كامل في كتيبة كاملة وهكذا أحبائي الله هو الله هو إله السيادة والسلطان المطلق الكامل على كل شيء في أمور ما بندركها في العقل ولا بندركها ليه صار هذا الأمر بس أكيد الله في عنده أمور هو بيعرفها هو مدركها أكبر من عقولنا وأكبر من عقلنا بس الكتاب المقدس الشيء الجميل إنه ما بيخف الخطية يعني لما داود زنى وقتل الكتاب فضحه ولما داود أحصى الشعب ما تخبت الخطية يعني بعت له نبي وقلبه ضربه وأدرك إنه عمل خطية جريمة كبيرة لكن تحولت للخير وكانت الضرب الأخيرة عند جبل المريف في حقل أرونة يابوسي واشترى المكان وين بالزبط إبراهيم قدم إسحاق محرقة في نفس المكان ابتدى يجهز لبناء الهيكل عمل كل يعني كل الإمكانيات للبناء وجاب كل المعدات وكل المواد لكن الرب قال له لا مش أنت لأنه أنت في دم تعرفوا القادة اللي في بإيديهم دم صعب مرات إنه يعملوا أي شيء سواء كان حتى نبي ولا قائد ديني ولا أي شيء اللي في بإيديه دم أنا بتعجب إنه كيف بكون حتى إله أتباع فالله لا يشمخ عليه ما يزرعه الإنسان فإياه يحصد أيضا كبرياء دقود جلب ضمار جلب العار جلب الموت سبعين ألف شخص لكن بسبب هذا الخطي كان فيه استرجاع كان فيه استرداد صار فيه هيكل الناس ابتلأت تعبد الله تقدم زبائح رجعت للرب وهكذا أحبائي معاملة طالله مش محدودة بشيء معين تعرف حتى سليمان ابنه أدرك وتعلم الدرس أنه يتوجه إلى الله في سفر ملوك اسحة 8 وإقرأ عن الصلوات اللي بيقدمها سليمان واحد من الصلوات إذا شعبك أخطأ وإذا أنت أرسلت وبأ وشعب صلى وطلب وجهك وطلبك أنت اسمع من السماء مش عاوز يصير فيه مثل مصار مع داود أبو ترفع صلاة لكي ترفع الضربة والقضاء الإلهي